السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فترة كنت رفعت فيديو لتشريح كبرى مصرية ماتت عندي وكنت رجحت وقتها ان سبب الوفاء يكون بسبب علجوم هي اكلته وكان في ناس طبعا سألت ايه هو العلجوم فاحنا عندنا العلجوم نوع من الضفادع لان احنا عندنا في مصر نوعين من الضفادع او الضفادع بيتنشق الى قسمين القسم الاول بيظل كما هو بيسمى ضفادع والقسم التاني بيسمى علجوم لان العلجوم بيامتلك غودة سمية تقع خلف العين وبيفرز من خلالها سم بيقدر ان هو يدافع بيه عن نفسه او يقدر ان هو يمنع المفترسات ان يتقرب منه فحبيت النهاردة اشارك معاكم الفيديو ده عشان نقدر نتعرف على الفرق بين الضفدع والعلجوم تعالوا بينا نتعرف على الفرق منهم بداية زي ما حضراتكم شايفين ده فيديو رسومي بيوضح مراحل نمو والضفدع اتداءا من خروجه ومن البيضة حتى اكتمال نموه واي حد مزارع اي حد عنده ارضه اكيد شاف المشهد ده قدامه قبل كده واكيد شاف مشهد الضفدع وهو صغير بكميات كبيرة جدا بيبقى موجود في المية بالمشهد اللي حضراتكم شايفينه ده ما بيقدرش طبعا في الاول ان هو يخرج برا المية لان هو بيبقى عامل زي السمك في الاول وبيبتدي بعد كده مراحله بتتطور وبيبتدي اديلي يختفي وبيبتدي ان هو الاقدام تظهر ويبدأ ان هو يخرج برا المية ويعيش حياته طبيعي جدا الضفدع طبعا من البرمائيات اللي هو يقدر يعيش البر ويقدر يعيش في المية ولكن الضفدع بيختلف عن العلجوم في ان الضفدع ما يقدرش ان هو يبعد عن المية كتير لازم دايما حتى لو عاش على البر لازم يبقى قريب من المية العلجوم ممكن ان هو يتكيف مع اماكن عالية الرطوبة ولكن مش شرط ان يكون فيها مية احيانا اللي عالجوم ممكن لقيه قريب من البيوت احيانا بيتواجد في الصحرة في الاماكن العالية الرطوبة ولكن الضفدع لازم يتواجد دايما جنب المية ما يقدرش يتواجد بعيدا عن المية طبعا جسمه دايما بيفرز مادة لازجة بيقدر ان هو يحمي بيها نفسه من الشمس وبيقدر ان هو يحمي نفسه من الجفاف لان هو طبعا ما يقدرش يتكيف مع البيئة المحيطة بدون مية وزيما حضراتكم شايفين هنا دي اللي هي الانسة نسبة اللون الاخضر طبعا قليلة جدا 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 ان كان في الفاخد تحت مثلا او في جزء من الامف ولكن الغالبية العظمى بيميل للون البني او اللون الزيتي ودي هنا بتصنف كانسة ده هنا اللي حضراتكم شفتوه ده هنا الضفدع اما اللي قدام حضراتكم ده بقى هنا العلجوم اللي احنا كنا قلنا عليه بيمتلك غودة سمية خلف العين هنشوفها برضو مع بعض باذن الله العلجوم بيقدر ان هو يتكيف في الاماكن اللي فيها مية وبيقدر يتكيف في الاماكن اللي ما فاش مية طبعا عندنا الضفدع مصنفة خمس انواع عندنا في مصر والعلجوم مصنف اربع انواع عندنا في مصر وزي ما حضراتكم شايفين طبعا في فرق واضح كبير جدا بين الضفدع وبين العلجوم وبرضو هنصورهم مع بعض الاتنين جنب بعض عشان نقدر نميز الفرق بينهم ولكن طبعا مش محتاج حتى يعني من غير ما نصورهم واضح جدا الفرق بين الاتنين اللي الضفدع طبعا بيبقى اقدامه اطول وبيبقى رأسه مدبب اكتر عكس العلجوم العلجوم بيبقى ضخم اكتر من الضفدع ورجله طبعا بتبقى اكتر وحتى مقدمة الرأس بتبقى واخدى الشكل الدائري اكتر من الشكل الطولي او الشكل المدبب زي ما موجود في الضفدع وحاجة تانية طبعا الضفدع ملمسه ناعم جدا من الخارج ولكن العلجوم ملمسه خشن جدا حتى البطن يعني البطن في الضفدع ناعمة جدا العلجوم البطن بتاعته ايضا خشنة بتحس ان فيها حبيبات وهنا زي ما حضراتكم شايفين هنورى حضراتكم هنا الغدد السمية طبعا هي واضحة حتى من غير ما نشاور عليها ولكن هنا دي هنا الغدد السمية اللي في الجهة اليمين وهنا الغدد السمية اللي في الجهة اليسار دي الاماكن اللي بيفرز منها العلجوم السم زي ما حضراتكم شايفين هي بتقع خلف العين مباشرة وواضحة جدا طبعا بتبقى لونها حتى مختلف شوية عن باقي الجسد شايفين حضراتكم هنا مجرد ما نضغط هنا على الغدد هيبتدي يظهر سائل أبيض السائل الأبيض ده هو السم اللي بيفرزه العلجوم وطبعا مشكلة السائل ده انه هو عكس السم بتاع الأفاعي يعني سم الأفاعي بيشتغل مع الدم ولكن المعدة بتقدر ان هي تكسره وتسيطر عليه ولكن سم العلجوم الحقيقة بيشتغل مع الدم وبيشتغل مع المعدة ولكن حتى الآن يعني انا ما عنديش خلفية كبيرة عن تأثيره على البشر يعني انا ما اقدرش ان انا اقول مثلا خطورته قد ايه على البشر ولكن زي ما حضراتكم شايفين هنا المادة البيضة دي او السائل الأبيض ده هو ده السم اللي بيفرزه من الغدد وطبعا السم ده من المراجع اللي انا بحثت عنها ان هو بيبقى طعمه مر جدا 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 بحيث ان اي مفترس بيحاول يأكله حتى لو ما تأذاش من السم بيتركه عشان الطعم المر اللي بيظهر فيه هنا زي ما حضراتكم شايفين الضفضع والعالجوم جنب بعض طبعا الضفضع على اليمين العالجوم على اليسار وواضح طبعا الفرق بين الاتنين في الشكل وفي التشريح الجسدي حتى اي نعم التشريح الجسدي قريب من بعضه ولكن واضح جدا طبعا ان فيه فرق حتى في شكل الجسم الخارجي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده هنا الضفضع طبعا رأسه مدبب اكتر ورجليه طبعا بيكون اطول العالجوم بيبقى رأسه مستدير وجسمه خشن عكس الضفضع الضفضع جسمه ناعم جدا شايفين حضراتكم هنا الضفضع والعالجوم جنب بعض وبكده ان احنا نكون قدرنا نفرق بين الضفضع وبين العالجوم الضفضع طبعا معروف انه هو غالبا بيبقى لونه مائل للاخضر حتى الزكر والانسة اللون بيبقى غالبا مائل للاخضر ولكن طبعا الزكر بيبقى لون اخضر اكتر واوضح من الانسة والعالجوم بشكل عام اللون البني هو الغالب عليه اتمنى ان انا اكون قفت حضراتكم واختصرت في الكلام واتمنى دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة